موسيقى نتكر فيه الحياة متاعه ومكانه وخصاله التي يتصدر على الحكمة وطيبة القلب ورحابة الصبر والتفاني في خدمة الغير وخدمة الوطن وصوة بوالده القائد الرمز علي إجراء الأمين العام للحزب الشهوري التونسي في الهربعينات وأحد قادة النظار من أجل استقلال تونس ومرعدها ونعرف كل الذي يغفق في الإجراء كرز جزء كبير من حياته في الدفاع عن استقلالية الاتحاد وفيه تنظيم التضاول مع عائلات النقابيين المسجين ومتاع القيادة الشرعية أشكرا لحضوركم لإحتفاء بنافقنا الأزيز فريد جراد وتخليدا لتكرار وكذلك نحب أن نحيي شباب المسار وفضل شباب المسار فيها يسرى وإيمان المورالي كذلك كل من ساعد على تنظيم هذا الاحتفال بذكر الفقيد وفيه تنظيم التضاول والتنظيم التضاول والتعلم والتنظيم التضاول والتشكر ، ok ،Ąينه ،يا ،ا ، ، اشتركوا في المتشفل في المتشفل فهل لا يمكننا أحيان بشكل جديد وليس نعرف لا نظر نفسها محاولة ينبغي في المتشفل في المتشفل في المتشفل شخص من أعرف أصبع وهو würdeع شراء و vetى يتعلموا يتعلموا وليسوا وليسى ليس قطعوا اسفل من يدعني ان اقلوا إن استاذ عندما يجب أن يساعد بشكل مختلفة يجب أن يكون هذا الوحيد ويجب أن يكون هذا الوحيد إذن أبداً لكي تتوقع أولاً أفضل أن يتجب أن تخبرته في شخص إليه في نهاية المتحدة وفي شخص أخير مخيرين لن يمكن أن يكون هناك مجمع أشكر في المساعة المترجم للقناة Est-ce que Fried aurait souhaité un hommage ? Je n'en suis pas certain, mais il aurait sûrement apprécié que les personnes qui l'ont côtoyée, que celles qui l'ont aimée, se réunissent pour avoir une pensée pour ce qu'il représentait pour elle. Fried a consacré une partie importante de sa vie à défendre un idéal de justice sociale. Donc je dirais même que pendant de nombreuses années, son idéal était la révolution. Le changement radical de la société. Il a défendu son idéal dans des cadres organisés, le Parti communiste tunisien, au syndicat, et puis à partir de 2007, au sein du Tajik. Sur les thèmes d'égalité homme-femme, il a sûrement été influencé par les combats féministes menés par Edia et par Neila, et souvent ramené à la maison dans des débats passionnés que nous suivions plus ou moins. Mais Fried, lui, a fini par porter également ces combats qui n'étaient pas pourtant ceux de sa jeunesse. Fried était perçu par beaucoup comme un homme réservé. Il l'est devenu encore plus avec l'âge. Il ne donnait pas à voir ce qu'il estimait nécessaire, il ne donnait à voir que ceux qu'il estimait nécessaires, et avec les personnes avec lesquelles il avait de l'estime et de l'affection. D'où lui venait cette discrétion ? Je suppose que son histoire personnelle, de son histoire personnelle, de la nécessité de comprendre avant d'agir, mais peut-être également des périodes de l'action clandestine au sein du PCT et du syndicat. Alors qu'il était plus que sa vie, ce qui est plus importante, mais quand il est devenu un écran d'agir à nos auxquelles du PCT, il s'est-il de l'abîmé, ce qui a eu regardé après la guerre, il s'est-il dans le public. car j'ai été miscalé par le dénÉ. L'insulté는 après le dénémocrité au caldé, فبالوقت تلقينا معنا نشتغل مع بعضنا كان سيبريد ومعنا نتعلم منشغل في هذه المشاركة السياسية كانت انشغالته ومعنا نقول وانه سيتنا معنا نتعلم المؤرخ للحزب الشيوعي المؤرخ الرياساء سيبريد ومعنا من غير ما يكون لسيق جدا بالشوعية بحد ذاتها لدينا نظرة متقدمة في الوقت بالنسبة لما كانت عليها في الوقت والتاريخ فيما بعد يبدل هو انه يتأكله لكن ما يفيدش على ثوابت المتعلقة بالقيام تعليساء اللي كان يامك بيها ويدافع عنها بسبب المستفى وثيقة غير رئيسة فين معناتها موجودة لأخلاق العالية ولحكمتهم بتاعهم بضبط سنسرج نستمعوا إليه معناتها نقدروا التجربة بتاعهم ومحيب الفقيد في جراد ونحن نتوه في الريد وفاته وموادعته لنا هي أيضا إلى قصرة الفقيد وإلى أموربيا فاضلة هذه جراد وأبنائها الذين تعمقوا بالقيم والمبادئ والأخلاق التي ناضل من أجلها الفقيد طيلت مسيرته النظرية هي أيضا إلى رفاقه وزملائه وأصدقائه بحزب المصار وبالاتحاد العام التونسي بشغل وإلى كل من رفقه وعمل معه سواء كانت في حياته المهنية أو في حياته السياسية وللذكر فقط لأنه كانت في بداية السبعينات الكتب العام قالت في المنطق التونسي وتعلمون جيدا كم كان صعبا على التونسيين والتونسيات الانخراط في العمل النقافي المناظر المستقل في فترة عسى فيها الحديث بل حتى مدرد التفكير في جملة هذه الترسانة أو المنظومة القيامية والنبالية والإنسانية لكن بفضل وحدة وإيمان ثلة وكوكبة من المناظرين أمكن لنا أن نكثر هذا حاجز الخوف وأختراق العمل النقابي والتأسيس إلى رؤية نقابية مناظلة ديمقراطية مستقلة أسست إلى ما نحن بصدد ملمسته في تقصير حياتنا اليومية فريت شرارد كان تعبيرا عن الانسجام الحقيقي بما كان يؤمن به في حياته العامة وحياته الخاصة وهو مثال لما يجب أن يكون عليه كل النخب وكل الطلائع الفكرية والسياسية حتى لا يكون هناك ثمة التناقض بينما نقول وبينما نمارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيجريد كل مرة كان يتحدث ويقبر على موقف كان يتحدث كمنارة اليساري يعشق في تونس ويحب شعبه في كل مرة كان يتحدث سيجريد بغاية مكلامه كانت الدفاع على مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الكاملة في كل مرة كان يتحدث كانت الخلقية بتاع سيجريد هي الدفاع على الضعفة والدفاع على تونس وعلى سيادتها واستقلالها وفي كل مرة كان يتحدث كما أسلفوا الأصدقاء والرفاق القول كان درسهم كحكمة ورصانة ودرس في السياسة النبيلة وفي كل مرة كان سيجريد يتحدث كان يسمع قبل ما يتحدث سيجريد مكانش يتحدث في الاجتماعات كان يتحدث في آخر الاجتماعات في ذلك كان يتحدث كان يتحدث في الاجتماعات كان يتحدث في الاجتماعات سيجريد ناضر كامل من أجل مشروع مجتمعي تقدمي حداثي ديمقراطي يسايا ونظاره ومشي يتواصب في مصير كل كل، في الآخر وقت سيجريد كان مناضر شيوعيا، كان مناضر اليسايا، مفقدش روح الشباب، وقع قلب شباب، وبقاعد أمل ديما في الحيف وهذا فينا، هالأمل بروح الشباب والشوع ديما فينا متواصب ألعى هذه المسلمة للمسلمين، الذي جدًا من عفد و أيضًا من قبل ثم الواجبات وضعنا من اللعبة وضعنا في المحل جدًا وضعنا نقامه وسمعنا نجد جزيز المدينة دمزق بسيط مدينة تجارة مدينة دمزق ويكون دعونا كفاة وكما ن حسن جزير المدينة دمزق للدنسان جزير المعلم تنزل اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى